موسيقى القوات المشتركة تفشل تسللاً انتحارياً حوثياً للسيطرة على تباب استراتيجية قرب خطوط التماس في حيس الفرق الهندسية للقوات المشتركة تواصل لليوم الثاني تفكيك شبكات ألغام وعبوات السفاحوثية موسيقى وزراء البيئة العرب يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لثبادي كارثة بيئية في حال تسرب النفط من ناقلة صافر موسيقى الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء أهلاً بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم حسمت القوات المشتركة واشتباكات كبدت الميليشيات الحوثية الإجرامية خلالها خسائر بشرية ومادية جراء محاولة تسلل انتحارية بغطاء ناري مكثف صوب مدينة حيس بمحافظة الحديدة وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية التابعة لإيران وضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل انتحارية للسيطرة على تباب استراتيجية قرب خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس وضاءت بالفشل مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بمختلف الأسرحة موقعة قتلى وجرحى في صفوفها وإجبار البقية على الفرار كما أكد تدمير مربط مدفعية وعيارات نارية الرشاشة استخدمتها الميليشيات في إسناد المتسللين واستهداف الضواحي الشمالية والغربية لمدينة حيس ذات الكثافة السكانية وكانت الميليشيات الحوثية أقدمت الاثنين على تفجير مدرسة الكفاح الأساسية في قرية الحمينية الواقعة تحت سيطرتها بالقرب من خطوط التماس في ذات المنطقة شمال غرب حيس لذلك قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة المرابطة في جبهة حيس لليوم الثاني بتفكيك شبكات واسعة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت الميليشيات في قرية الحمينية الواقعة شمال غرب المدينة وخلال عملية المسح تم اكتشاف شبكات واسعة من الألغام الأرضية والفردية والعبوات الناسفة المزودة بالكاميرات الحرارية التي تتخذ أشكالا وأحجاما مختلفة كانت الميليشيات زرعتها بين المنازل والطرق التي يسلكها المواطنون استشدت امرأة وأصيب أحد عشر بينهم أطفال مساء الاثنين جراء قصف مدفعي شنتهم ليشيات الحوثي على أحياء سكنية شرق مدينة تعز وخالت مصادر محلية إن بيليشيات الحوثي المتمركزة في تلة سوفيتل قصفت بقذائف الدبابات أحياء مشروع المياه والعرض وحوض الأشراف وأضافت أن القصف العشوائي على تلك الأحياء أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد امرأة وإصابة أحد عشر مدنيا بينهم أربعة أطفال مشيرة إلى أن المصابين حالتهم خطرة وأضافت أن هذه الجريمة الحوثية جاءت بالتزام مع قصف آخر نفذت الميليشيات واستهدف ملعب الشهداء بمدينة تعز أثناء إقامة مباراة لكرة القدم دون وقوع ضحايا فرضت الميليشيات الحوثية في زبيد والجراحي محافظة الحديدة على كل أسرة لم تدفع بأبنائها للختال في صفوفيا مبلغ خمسة آلاف ريال شهريا عن كل فرد تجاوز الثالثة عشر من عمره وأشارت مصادر محلية أن الميليشيات شنت في وقت سابق حملة اعتقالات للمشايخ والعقال الذين لم يرفعوا كشفات بأسماء المواطنين الذين لم يشاركوا في القسال معها وطالبتهم برفض جبهاتها المنهارة بالمال والسلاح وأضافت المصادر أن الميليشيات كانت قد فرضت على المزارعين سابقا جبايات غير قانونية أثقلت كاهلهم حيث تجبرهم على دفع مبلغ عشرة آلاف ريال كما كثفت ميليشيات الحوتي دوراتها الطائفية لنزلاء السجون في مناطق سيطرتها في محاولة للدفع بهم إلى جبهاتها المنهارة وتعويض خسائرها البشرية التي منيت بها مؤخرا في حين أفرجت عن المئات من المحكومين عليهم مقابل التحاقهم بالجبهات بعد أن زجت بالآلاف إلى سجونها تسعى الميليشيات الحوثية إلى تكثيف دوراتها ومحاضراتها الطائفية التحريضية للسجناء في المحافظات الواقعة تحت سيدرتها وتعقد جلسات منفردة مع أفراد الأمن في السجون المركزية وبحسب مصادر أمنية فإن الميليشيات تسعى لتعبئة السجناء بأفكارها ونهجها الشيعية من أجل الالتحاق في صفوفها والمشاركة في جبهات القتال وفي خطوة عملية لتنفيذ مشروعها أفرجت الميليشيات في محافظة ذمار عن 21 سجينا محكوما عليهم كدفعة أولى وقامت بنقلهم إلى معسكرات التدريب ودعت حينها أنها نقلتهم إلى السجن المركزي بالعاصمة المختطفة صنعا ما تقوم به الميليشيات في السجون المركزية يأتي ضمن حملات حشد المقاتلين لتعويض خسائرها البشرية الكبيرة التي منيت بها خلال الشهر الجاري في الجبهات المشتعلة وفي إدارة تجنيد الواسعة التي تقوم بها وتضال فئات مختلفة حتى السجناء ومرتكبي الجرائم ومن لم يصلوا لسن التجنيد كالأطفال مستعينة في ذلك بدوراتها ومحاضراتها الطائفية ومنذ استيلائها على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014 أفرجت الميليشيات الحوثية عن مئات السجناء المتهمين بقضايا جنائية بينها القتل مقابل زجبهم في جبهاتها المنهارة واستلام مبالغ كبيرة مقابل الإفراج في الوقت الذي تواصل فيه اعتقالاتها واختضافاتها لمئات المواطنين دون وچ حق دعا مجلس وزراء البيئة العرب في ختام اجتماعه الاثنين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط من خزان صافر وطالب المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالمتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ قرارات المجلس بشأن صافر وتوفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة وطلب الاجتماع الدول العربية والمجتمع الدولي والمبعوثة الأممية للضغط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي بالصيانة الخزان بشكل عاجل وفي أسرع وقت ممكن لإنهاء الكارثة وحث المجلس الهيئات الإقليمية والدولية على تقديم الدعم للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة أي كارثة قد تنتج عن تسرب من الخزان وبالعودة إلى قيام الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة المرابطة في جبهة الحيس بتفكيك شبكات واسعة من الألغام والعبوات الناسفة وللحديث عن موضوع الألغام والعبوات الناسفة ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف رئيس مركز حقي للحقوق والحريات هاني الأسودي مرحبا بك مرحبا بك عزيزي ومشاهدين الكرام هناك ندوة استدهاني عن كارثة الألغام التي زرعتها الميليشيات ما الذي تم تسليط الضوء عليه في هذه الندوة وأهميتها؟ هناك تقريبا أكثر من عشر ألف ضحية أخذتهم الألغام أو أصابتهم الألغام التي زرعتها الحوتيين خلال السنوات الماضية كان لابد من إعلام المجتمع الدولي هنا في جنيف والأمم المتحدة بهذه الأرقام ولابد من تحديد أن جماعة الحوتي كانت من أكبر الجماعات التي ضربت أرقام قياسية في زراعة الألغام ليس في اليمن فقط ولكن على مستوى المنطقة العربية نازالا ينظر للحوتيين كأكبر قائمين في الانتهاكات في اليمن في الوقت الحالي ينتهك الحوتيين تقريبا 80% من إجمال الانتهاكات في اليمن ومنها الألغام نحن نعرف أن الألغام هو البندل المخلص الذي يظل في بكانه حتى يأخذ ضحيته وزرع الألغام بطريقة عشوائية بدون وجود خرائط يمكن لكي تتمكن فرق مزع الألغام من النزعار في وقت لاحق أعتقد أن هذه الجريمة كبيرة تمارس الحق اليمنيين ويجب تسليط الضوء بالطورة أكبر على هذه القرائم في الوقت الحالي مجرس حقوق الإنسان ينعقد هنا في جنيف هناك مواضيع متعددة يناقشها في البند الثالث هناك القيمة العدد من الكلمات المتعلقة بحقوق المنتهكين في اليمن وضرورة إحالة المنتهكين إلى محكمة الجناية الدولية دعما للتقرير فريق الخبراء وبالتالي أعتقد أن هذه المسائل رفعنا بها مذكرات متعددة ونظرنا سنرفع مذكرات أخرى وإحصائيات جديدة ستصنى خلال الأيام القادمة من راسدين متواجدين في اليمن ما مدى التفاعل مع القضايا الإنسانية والنتائج؟ صراحة ما زالت حتى الآن للأسرة الشديدة هذه الندوات التي تقام حاليا في جينف لا تؤتي تبارها أول حاجة لدينا مشكلة كالكوفيد 19 فيروس والذي يمنع الكثير من الحضور من التواجد في جينف هذه الدورة المشاركات تتم عن بعد وبالتالي التفاعل الدولي موجود ولكنه لا يمكن ترقمته إلى نتائج المشكلة أن الأمور الحقوقية تتداخل كثيرا بالأمور السياسية وبالتالي تجد إيران من يدعمها في هذا المجال ومن يدعم ميليشياتها المتوزبعة سواء في العراق أو اليمن أو لبنان أو غيرها للأسرة الشديدة ما زالت المصالح الدولية هي من شاء عدد دور في إيجانة هذه الانتهاكات نعم الأستاذ هاني الأسود رئيس مركز حقي للحقوق والحريات شكرا جزيلا لك أقرت المحكمة العسكرية بمارب إلقاء القبض القهري على 175 من قيادات ميليشيات الحوثي في الداخل والخارج وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الانتربول الدولي في تنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة كما أقرت المحكمة حجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وعدم التصرف فيها وفقا لقانون العقوبات الجزائية وكانت المحكمة العسكرية بدأت أولى جلساتها في يوليو الماضي لمحاكمة زعيم جماعة الحوثي و174 آخرين بعدد من التهم وآن ذاك وجهت المحكمة عددا من التهم للمتهمين شملت التخابر مع دولة أجنبية هي إيران والاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى أنصار الله تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في ظل استعدادات للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية أقر اجتماع للجنة التحضيرية للاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية عددا من القرارات والتوصيات الكفيلة بإنجاح الفعالية الاحتفالية بأعياد الثورة اليمنية وفي مقدمتها إيقاد الشعلة في مدينة المخى تواصل اللجنة التحضيرية للاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر وال14 أكتوبر عقد اجتماعاتها برئاسة العميد صادق دويد وحضور عبد الرحيم الفتيح مدير عام مديرية المخى والأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء السلطة المحلية ورئيس قطاع الأمن بالساحل الغربي العميد دويد شكر تفاعل الجميع على الجهود التي يبدلونها لإنجاح هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب اليمنيين بحيث تعكس مدى تمسك شعبنا بأهداف الثورة السبتمبرية ومكاسب النظام الجمهوري والوقوف صفا واحدا لمواجهة فلول الكهنوت الرجعي من جانبه استعرض مدير عام مديرية المخى التجهيزات الميدانية التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية مؤكدا أن مدينة المخى ستوصل رسالة لكل أبناء الشعب اليمني بأنها ستظل منارة للجمهورية وتجسد الوحدة الوطنية بأرواع صورها وستكون رمزا للانتصار الجمهوري لاجتثاث الكهنوت الحوثي من جميع مناطق الجمهورية نحن اليوم نقوم باستعدادات لإحياء ذكرى 26 سبتمبر هذه المناسبة العظيمة على كل حر وطني من الشعب اليمني المخى والمقاولة الوطنية تستعد لإحياء هذه الذكرى وستنطلق من هذه المديرية قلب الساحل لتحرير ما تبقى من الوطن القاتم عليه ميليشيات الحوثي التي تريد أن تطمس 26 سبتمبر بنكبة 21 سبتمبر لن نعود إلى الوراء ولن تعود عقلة التاريخ إلى الوراء لن نعود إلى ما قبل 26 سبتمبر لن نعود للقهل والظلم والتخلف الشعب اليمني بكل أشكاله وأطيافه سينطلق لتحرير ما تبقى من ميليشيات إيران من هنا سندشن وسنوقد الشعلة في هذه المديرية مع المناضلين الأحرار في كل التشكيلات العسكرية من عمالقة وألويات هامية مقاومة وطنية جميع التشكيلات العسكرية ستشارك أبناء مديرية المخاوة أبناء الشعب اليمني كافة الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات الكفيلة بإنجاح الفعاليات الاحتفالية بأعياد الثورة اليمنية وفي مقدمتها إيقاد الشعلة في مدينة المخاوة من الساحل الغربي شرف الشمر اليمن اليوم مستمرة للنشرة وفيها بعد الفاصل مخلفات الميليشيات الحوثية من ألغام ومتفجرات لا زالت تحصد المزيد من الضحايا المدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تزال مخلفات ما زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية تحصد المزيد من الضحايا المدنيين الطفل حسن يروي كيف أصيب بانفجال مخضوف حوثي كان مزروعا في منزله أثناء عودته وعائلته إليه فرحة بالعودة إلى الديار حولها مخضوف حوثي لأتراه بعد نزوح أبناء قرية الجريبة بمديرية الدريبي محافظة الحديدة لأشهر فرحين بتحرير قراهم أربعة أطفال وجدوا في بيتهم مخضوفا حوثيا كانت الميليشيات قد دفنته قبل فرارها قام هؤلاء الأطفال باللاعب به دون علمهم بخطورته حسن وهو يتكو على عكازه يروي كيف أنفجر المخضوف بينما كان يلعب مع أصدقائه وأدى إلى استشهاد طفلة وإصابات متفاوتة لبقية الأطفال كان أشدها إصابة الطفل حسن الذي ما زال يعاني ويتلقي العلاج وهو في انتظار أن يتم سفره إلى الخارج لاستكمال علاجه أنا كان قمبلة وأنا وصحابة لابنا فرقلي وابنت ماتان ونسافر للأردن ونتكمل إلى جيب أشهر منهم ذلك اللي تأوروا معك؟ وعد حياء وحسن وبيتعمل زياد الحاب اللي تأوروا؟ وأنا وأختي أنت فين تأورت؟ في رقلي أنا إيش حطلها؟ أشضي يمس تفتل أظن من القمبلة تفاصيل تلك الجريمة يرويها والد حسن عند عودتهم إلى بيوتهم والتي اتخذتها الميليشيات الحوثية متارسة وثقنات لها وملأتها بالألغام والمغذوفات بأشكال متنوعة قمبلة حصلها في البيت أنا كنا بيوتنا مقارنة جريبة وردنا جريبة ومسفلة حصلنا في الكريه حصلوا قمبلة لأبوها مفجرين بينهم أبني تأوروا بيت محمد زياد ماتان وثلاثة بيت بني بيتين وتسببت الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيات في إصابة ويعاقة العديد من المواطنين من أبناء الجريبة والتي لا زالت تتعرض للقصف الهمجي المتواصل ما دفع المزارعين لترك مزارعهم خوفا من الاستهداف توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاون خفاضا في معدلات الإنتاج للحبوب هذا العام إلى 52% جراء الحرب التي افتعلتها بنيشيات الحوثي منذ ست سنوات والتي ألقت بظلالها على القطع الزراعي في اليمن وارتفاع معدلات المجاعة مليون ومئتي ألف مزارع في مختلف المحافظات تضرروا بسبب متاجرة الميليشيات الحوثية بالوقود وهي أحدى مظاهر ما تعرض له المزارعون منذ نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 حينما سيطرت على مفاصل الدولة وحولتها إلى إقضاعية خاصة بها فمنذ ذلك التاريخ المشؤون بدأت معاناة المزارعين نتيجة تعضيل الميليشيات المؤسسات الدولة عن القيام بدورية تجاه المزارعين والأزمات المتكررة في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني فضلا عن الجبايات والضرائب والزكوات الباهظة باسم الخمس التي تفرض على المزارعين بالإضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في آلاف الاكتارات ليصل بها الحد التحكم في موسم الحصاد ومنع المزارعين من حصاد ثمارهم بدون إذن مشرفيها في المناطق المحلية كل تلك الأسباب وغيرها دفعت القضاع الزراعي في اليمن إلى فقدان أكثر من نصف انتاجه ما يزيد من معدلات المجاعة لدى الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة منظمة الأغذية والزراعات الفاو توقعت انخفاضا في معدلات انتاج الحبوب في اليمن هذا العامل 52% جراء الحرب وأن 13 محافظة يمنية من أصل 22 ستواجه ظروفا كارثية حيث يفتقر 85% من الأسر الزراعية إلى المياه والوقود اللازم للريا وسط تفشي دودة الخريف والجراد الصحراوية تقارير دولية كشفت أن استمرار الحرب سيرفع من معدلات عدم الأمن الغذائية وتعارض السكين للخطر خصوصا أن نحو 70% من اليمنين يعيشون في مناطق ريفية ويعتمد أكثر من 50% من القوى العاملة على الزراعة وما يتصر بها من أنشطة في كسب ألزاقهم خاصة بعد ارتفاع مستويات البطالة وتوقف صرف الرواتب وتحول شريحة عارضة من الموظفين إلى المهن الزراعية دراسة اقتصادية كشفت أن أزمة المشتقات النفطية وانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة متهجرة الميليشيات بياء ورفع أسعار كتجارة رابحة تسببت باضطراب في العملية الزراعية ودفعت بآلاف المزارعين الاحجام كليا عن العمل في ظل تعرض الخسائر بصورة متكررة وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف ومنظمة الأغذية والزراع أكدت في بيان مشترك أن الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد والآن كورونا كلها تثير عصفة يمكن أن تعكس المكاسب التي تحققت على صعيد الأمن الغذائي في اليمن شنت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات واسعة لليوم الرابع توالي أن طالت المحالة التجارية ومحاله الصرافة وبائعي القات في مخلاف العود بمديرية قعطبة وأجزاء واسعة شمال وغرب مديرية الحوشة بمحافظة الضالع ونهبت ملايين الريالات من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية وقالت مصادر محلية إن العناصر الحوثية داهمت أصحاب المحال التجارية والصرافة في مناطق عزاب وبيت الشرجي وهجار القرين والطاحون وصادرت ملايين الريالات من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية بحجة عدم قانونيتها وهددت باعتقال من تجد لديه أوراق نقدية من الطبعة الجديدة كما صادرت الميليشيات مبالغ مالية كبيرة على بائعي القات بالجملة في سوق القرين غرب قطاع الفاخر كذلك رفعت الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها سعر استوانة الغاز المنزلي إلى نحو عشرة آلاف ريال في الوقت الذي تحتفي فيه بيوم النكبة الذي أدخلت اليمن في نفق مظلم فيه دفع ويدفع ثمنه المواطن البسيط في الوقت الذي تحتفي فيها الميليشيات الحوثية بيوم النكبة الذي أدخل اليمن في نفق مظلم لا سبيل لنجاة المواطن من خوض الأزمات المتواصلة التي يختلقها الحوثي في المناطق التي تصيدر عليها ميليشياته وفي طليعتها مادة الغاز المنزلي الذي تستمر في احتكاره عبر عقال الحارات الموالين لها والذين يتاجرون بمعاناة السكان ويستثمرون بمآسيهم ويصعون لتحقيق الثراء على حساب البصداء من الناس مناطق عدة من التي تقبع تحت صيدرة الميليشيات تشهد ارتفاعا في أسعار مادة الغاز المنزلي في الأسواق السوداء بواقع عشرة آلاف ريال للإسطوانة الواحدة تعبئت خمسة عشر لتر في وقت يعيش فيها المواطن أسوأ أزمة يمر بها جراء انقضاع المرتبات وانعدام مصادر الدخل وبات يتجرع مكرها ويلات البحث عن إسطوانة غاز مصادر محلية أكدت أن هذا الارتفاع لأسعار مادة الغاز يأتي بعد ساعات من وعود ميليشيات الحوثي لعقال الحارات بتوفير الغاز بعد احتفالاتهم بذكرى النكبة واشترضت على أهالي الحارات الحضور للمشاركة في احتفالاتهم مقابل توفير الغاز لهم وهو ما تقوم به في الحارات عند أي فعالية وبدعة تحتفي بها الجدير بالذكر أن عدد من المحافظات الخاضعة لصيدرة الميليشيات الحوثية تشهد عداما لمادة الغاز المنزلي منذ عدة أشهر وغالبا ما يتم توفيرها ليوم واحد في الشهر أو الشهرين فيما يعتمد المواطنون على الشراء من الأسواق السوداء والبعض على الحضب أو كل ما تأكله النار رغم وفرة الغاز بكثافة في الأسواق السوداء التي تديرها الميليشيات الحوثية اعترفت إيران بدعمها للميليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب في اليمن وأكد المتحدث باسم قوات النظام الإيراني أن بلاده نقلت تجربتها التكنولوجية إلى الميليشيات الحوثية لمساعدتها في صناعة الصواريخ والطائرات في تحدي للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي حضرت توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية أوضح أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لهم بمنح كل شيء لأتباعهم مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا في إفصاح عن تخادم حوثي إيراني تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة 31 مليون ونصف مليون في وقت تشهد عدد من دول العالم تفشي موجة جديدة من الوباء وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ أكثر من 31 مليون و530 ألف شخص فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 970 ألف شخص وتجاوز من تم شفاءه من المرض أكثر من 23 مليون و146 ألف شخص ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول المتضررة من كورونا تليها الهند ثم البرازيل وفي بريطانيا أعلن رئيس الحكومة بوريس جونسون أن بلاده تمر بنقطة تحول خطيرة وطلب من البريطانيين العمل من المنزل يأتي ذلك بعد رفع مستوى اندار كوفيد-19 من 3 إلى 4 يعكس الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس وقال كراس ويتي كبير الأطباء المسؤولين إن هناك معدل زيادة في غالبية أرجاء البلاد داعيا المواطنين إلى احترام القواعد الصارمة الخاصة بالتباعد وأشار إلى أن الإصابات الجديدة قد تزيد عشرة أضعاف يتصل إلى ما يقرب من 50 ألف يوميا خلال الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي قيد التجارب السريرية وما قبل السريرية وشدد مدير المنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف على أنه كلما كان هناك اختبار لعدد أكبر من اللقاحات زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال وقال ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح وطلب مدير منظمة الصحة العالمية بالعدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم ورأى أن أسرع طريق للقضاء على جائحة كوفا 19 وتسريع الانتعاش الاقتصادي هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص في جميع البلدان وليس جميع الأشخاص في بعض البلدان وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح بنهاية العام المقبل إلا أنه حتى الآن تم استثمار ثلاثة مليارات دولار لمبادرة تسريع أدوات مكافحة كوفا 19 وهو ما يمثل فقط عشر الخمسة وثلاثين مليار المطلوبة لتوسيع النطاق وإحداث التأثير أعلنت شركة الأدوية الروسية بيتروفاكس أن المتطوعين لم يبلغوا أو لم يبلغوا عن أي آثار جانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا الصيني كجزء من التجارب السريرية واسعة النطاق وكانت روسيا وافقت الشهر الماضي على تجارب البرحلة الثالثة للقاح الصيني لكورونا وقالت الشركة إنها تلقت أكثر من ثلاثة آلاف طلب للحصول على اللقاح والذي ينظر إليه على أنه أحد العشرات من المرشحين المحتملين في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم وضفت الشركة أن الأشخاص الذين تم تلقيهم باللقاح من المتوقع أن يطوروا أجساما مضادة واستجابة مناعية لفيروس كورونا وأن المشاركين في التجربة سيخضعون للإشراف المباشر لمدة شهر تقريبا مع أربعة اختبارات مؤقتة وجها لوجه مضيفة أنهم سيخضعون أيضا لفحص مراقبة بعد ستة أشهر ترجمة نانسي قنقر في الختام تذكير بأبرز العناوين قوات المشتركة تفشل تسللا انتحاريا حوثيا للسيطرة على تباب استراتيجية قرب خطوط التماس في حيث الفرق الهندسية للقوات المشتركة تواصل لليوم الثاني تفكيك شبكات ألغام وعبوات ناسفة حوثية وزراء البيئة العرب يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية في حال تسرب النفط من ناقلة صافر دقاؤنا في الحادي عشر والنصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة